موسيقى الليزر سيودو هو لازير يعني ضوء ولكن تستهدف الماء اللي كان في الجلد فاش تسخن لأنه هو حرارة فاش تسخن تتبخر هاد الماء والجلد تصلح راسه براسه فاش تصلح راسه تتم إنتاج الكولاجين يعني الجلد بنفسه تنتج لنا هاد الكولاجين ما هو الكولاجين؟ هو خيط عند جميع الناس اللي هي لتتعطي جلد أنه مشدود وشاب إذن حساس اللازير تدارو من شهر لشهر لا يقل على شهر عدد الحساس حسب أش بغي نستهدفو إذن شكون هما الناس اللي غادي يحتاجوا يديروا اللازير سيودو؟ هما الناس اللي عندهم تقابي ديال الحبوب مرة حب شباب تقدر يخلي تقابي في الوجه اللي تكونوا ما تيحيدوش ببومادات بالكريم تقابي تلحبو بالمسامات الواسعة تيعطي نتائج رائعة في المسامات الواسعة تجاعد اللي مقدروش نديرو لهم لباري بحل بوتوكس مثلا تحت من العين يعني في الجفون في الدورة ديال الفم يعني في الشافة الفقانية تيجي اللازير سيودو مزيان بنسبة لسيكاتخيس بصفة عامة يا إما سيكاتخيس مرة ولادا مثلا القيصرية ولا سيكاتخيس ديالله يحفظ شي أكسيدان ولا أغرسيون تيكون في الوجه اللازير سيودو تينفخها ديكلا سيكاتخيس لأنو تينتج الكولاجين تقدر أسي اللي فيغجيتور اللي فيغجيتور والتشراك ديال الحم اللي تيكون مرة ولادا ولا بنسبة الرياضيين اللي تيديرو حمل أتقال دي فو تكون عندهم اللي فيغجيتور لأنو تياخدو بعض المكملات غذائية و هرمونات اللازير النصائح اللي تنعطوها خاصو فحص طبي مسبق خاصو نعرفو وش هاد السيدة و هاد السيدة تيدير لإغباس الإغباس هو ذاك الفيروس اللي تيكون من الصهد بما أن اللازير سيودو هو حرارة وتنعرفو أن الإغباس فيروس سيعود يرجع إلا كانت حرارة دون خاص فحص باش نعطي واحد لكم بخيمة فاني تيتخاد يومين قبل الليزر نهار الليزر و يومين مرة الليزر خاص لك خونسوليغ اللي هو الكريم الواقي من الشمس لأن اللازير هي حرقة طبية سطحية تتبرى في 4 أيام تقريبا إذن ما خاش الإنسان يمشي الحمام سخون ما خاصوش يتعرض الحرارة ما خاصوش يخرج بدون واقي الشمس إلا تحترمات هاد النصائح النتائج جد رائعة وتدوم لمدى طويل خصوصا فيما يخص تقابد الحبوب و المسامات ترجمة نانسي قنقر خلالك